لان النهاردة او مبارح يعني بالليل طلع النائب محمد عبدالعزيز محمد عبدالعزيز هو وكيل لجنة حوالانسان في مجلس النواب في الوقت الحالي وهو كمان كان واحد من رموز وقيادات حملة تمرد اللي كانت في مصر فيه 2013 اللي كانوا بيجمعوا توقعات طبعا لعزل الدكتور محمد مرسي والعوده مره اخرى للحكم العسكري فهو النهاردة بياخد المكافئة بتاعته وبقى نائب في البرلمان ومشاء الله موجود دلوقتي في القنوات والمواقع الصحفيه والاخباريه بياخده اراءه وبيطلع وبيعلق ومسك يعني مسؤول عن حقوق الانسان في البرلمان فكان في مداخله او في لقاء يعني مع الاستاذ سيد علي معرفش على قناة ايه وطلعوا تكلم ان مفيش حاجه اسمها اننا عندنا ستين الف معتقل خالص ما عندناش احنا الرقم ده واللي يقولك ان احنا عندنا ستين الف معتقل قلوا اديني اسماءهم وان الجماعات الارهابيه والخوانه اللي حوالين العالم هم اللي بيحاولوا بالتصرحات اللي بيطلعوها دي انه هم يعيقوا التقدم ويعيقوا النهج الجديد اللي ماشي عليه الجمهوريه الجديده وفكرة الحوار الوطني وقالك ان هم مهما بيشككوا مهما بيحاولوا يوضحوا للعالم على عكس الحياة كلام بقى انتو فهمينه المستقل يعني اكيد من غير معه اقولكم قال ايه انتو فهمتوا يعني هو قال ايه كلام الواضح ده فمهم اننا نسمعه عشان بس محتاجين اننا نرد عليه بكم حاجه انا من عند حضرتك قولنا هذا الكلام حتى في الاعلام الدولي بنرجو اي حد عنده هذا الرقم من الاسماء يتفضل يعلنوا ويقول انه والله دول الستين الف هل في منظمة حقوق انسان في العالم من المنظمات التي تدعي زورا هذا الرقم نشرت ستين الف على موقعها مثلا غير صحيح على الاطلاق لانه لا هذا الرقم لا غير صحيح تماما مبالغ فيه فوق الخيال يعني ليس مبالغ فيه قوي او نص نص لا ده رقم اضعاف 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 الحقيقة غير هذه الرقم ربنا يطمينك بجد وبالتالي كل هذه اكذيب طيب انا يعني هقول ان كل التقارير اللي بتطلع من المؤسسات الدولية المعنية بحقوق الانسان في مصر ومعنية بالمعتقلين وبحال المعتقلين ان كل المؤسسات دي كذابة وان حضرتك اللي صح هل مثلا نقول ان هم من ستين الف لكن هم خمسين الف بس هل هم اربعين الف بس يعني خليني امشي معاك الرقم كام يعني حضرتك بتقول ان اللي بدل اللي يتكلم ويقولك ستين الف اقوله ديني كشف بالستين الف عشان نعرف ودلوقت احنا بدأنا نخاطب المؤسسات الدولية وكل ما بنكلمها ده هنسمعه لسه كل ما بنكلم المؤسسات الدولية نقولهم ابعتوا لنا الاسماء طب حضرتك قلنا الرقم اللي عندك كام لو هم مش ستين الف معتقل مش خمسين الف معتقل الرقم كام يعني عايز اقولك مثلا ان الرقم ده الرقم ده التقرير اللي بيصدر عن السفاره الامريكيه او الخارجيه الامريكيه عن واضحه الانسان في مصر اللي هو بيبقى التقرير ده مش سمعوا كلمتين بقى من الخوانه والعمله والجماعات الارهابية اللي حول العالم لا ده بيكون وفقا لتقارير استخباراتيه بتقوم بيها لان دي بقى مش مؤسسه هتقوللي مؤسسه لا يعلم عنها احد لما بتطلع التقرير ده التقرير قدام حضراتكم وهو سفاره الولايات المتحده الامريكيه في مصر تقرير عن حقوق الانسان في مصر تقرير عن حقوق الانسان في مصر ياريت لو نلاقي الفقره اللي نفعل عدد المعتقلين واعلم لكم عليها وتشوفوها تقرير ده اللي صدر السنه اللي فاتت بيكلم عن ان عدد المعتقلين في مصر عددهم ستين الف او تجاوز ستين الف يعني احنا لما بنشوف بعض المنظمات الحقيقية الاخرى يقولك ان العدد تجاوز ستين الف لكن خلينا نتكلم في ستين الف اللي اعتمدته معظم المؤسسات الحقيقية ومعظم الدول المناحه لمصر اعتمدت الرقم ده وكمان السيناتور الامريكي ميرفي اللي طلع وتكلم وقالك قالك عدد المعتقلين في مصر ستين الف وعمل مقارنة عمل مقارنة بنا وبين اعتى الدول في الديكتاتورية قارننا بالصين قارننا بروسيا قالك الاعداد مهوله تعالوا نسمع كده السيناتور الامريكي وهو بيتكلم هو حتى مش بس كده بيقولك المعامله للمعتقلين السياسيين فمصر بتكون ازاي؟ وفي ف alcohol these black people have been been fut ощ ating and tortured for months or years on end often with no formal charges being filed some never make it out alive human rights groups estimate that there are around 60 thousand political prisoners in egypt I get it that big numbers sometimes lose their meaning in this place but by comparison estimates are that Russia has 420 China likely has around a thousand Egypt locks up 60,000 political opponents of the regime to keep up with the demands of President LCC's imprisonment spree the country has had to build 60 new detention centers over the last decades these prisons house some of the country's most prominent human rights defenders journalists opposition leaders but also just ordinary people who are locked up for years because they just attended a protest or they liked a Facebook post or they recorded a TikTok video here ده عضو في الكونغرس وهو بيتكلم وبيقولك الاعداد قد ايه مقارنة بالدول الاخرى احنا بعيد قوي قوي في حتة تانية خالص الصين فيها 1000 وانت عندك 60,000 طيب انت بتقول ان الارهابيين حوالين العالم وهم اللي متبنيين الرقم ده وده مش حقيقي ادي قدام حضراتكم اهو من التقرير اللي صدر عن السفاره الامريكيه السنه اللي فاتت وكانوا بيتكلموا عن وضع حقوق الانسان في مصر احنا معلمين على الرقم بيقولك اهو ان تقارير اعداد كبيره من السجناء والمعتقلين السياسيين وان الحكومه المصريه اعتقلت او ساجنت ما بين 20 و60,000 20,000 ل60,000 شخص بسبب معتقداتهم او انشطاتهم السياسيه ده مبنتكلمش على الجنائيين ده احنا بنتكلم على اللي تم اعتقالهم عشان معتقداتهم السياسيه او نشطهم السياسي وحضرتك يا بتاع لجنه حوي الانسان جوه البرلمان طالع بتقول اللي يقولك الرقم ده قوله الديني اللي ستا بالاسماء انت اللي قول طب هم الستين الف كذبين الرقم الصح كام الصدق كام اللي عندك انت كام ولا هتيجوا بقى تطلعوا وتقولوا ان احنا ما عندناش معتقلين سياسيين اشتركوا في القناة